اشتركوا في القناة امتحنين هما تمام لو جيل العلمي تحديدا للخلايا القلفانية وخلايا التحليل الكهربائي تتتتتتتتت خلينا نركز في ألماطنا السلة وزارة ونكون إن شاء الله عارفين كيف بدنا نتعامل مع هاي الأسئلة بإذن الله الأسئلة طبعا مباشرة ما في إشي خرج من الشرح ولكن ضروري جدا نمارس ونتعرف على المشاكل اللي لازم نتخطأها بسم الله نبدأ بالسؤال رقم 105 الفلزو إكس وقف ركز في السؤال يختاز أيونات الواي يعني شو أقل من واي هيك معلاتها إكس يختاز الواي يعني أقل من واي يعني واي أكبر من إكس أو إكس أقل من واي ولا ولا مش أنت ولا هو ولا ولا يختزل أيونات لكيو لا يختاز أيونات لكيو يعني يؤكسدها يعني أعلى منها يعني أعلى منها لا يختزل يحكينا معناها أعلى إكس أكبر من كيو يعني ترتيبي للعناصر حسب جهود الإختزال باجي بحكي واي أكبر من إكس أكبر من كيو طبعا دلا تكون میوجبة لأنها في الزات موجب واحد میوجب اثنين میوجب ثلاث هو بيختار لي إياها ويكو نكاتب لي طبعا هون موجب اثنين موجب اثنين أكيد再見 تكون موجب اثنين موجب اثنين موجب اثنين صح؟ طيب أنا لذلك الترتيب ما بيهمني من الشحنة واي أكبر من إكس أكبر من كيو Y أكبر من Q أكبر من X Q أكبر من Y أكبر Q أكبر من X أكبر من Y Y أكبر من X أكبر من Q Y أكبر من X أكبر من Q نعم الجواب دال تأكد مترتيبك السؤال اللي بعده بسم الله أدرس المعلومات المتعلقة بالفلزات X و Y و M W ثم أجب عن الأسئلة وكس عند إضافة قطع متساوية الكتلة من الفلزات التي لها الرموز الافتراضية X و Y و M W إلى حجوم متساوية من محلول الحمد HCL لما نضيفها في محلول HCL طيب تركيزه 1 مولر اللي هي حسب الظروف المعيارية شو بقول لي تتفاعل كل مين الفلزات Y M W مع HCL شان يتفاعل الفلزات Y M W HCL يعني مش جهد اختزال HCL يساوي صفر وقطب قطب الهيدروجين المعياري شاكت تفقنا إذن الفلزات التي تتفاعل تذوب تتأكسد تطلق تحرر غاز الهيدروجين مع محلول الحمد الهيدروجين شو بيكون جهد اختزالها بيكون جهد اختزالها السالب ولا يتفاعل الفلز X مع محلول HCL يعني جهد اختزال X موجب شو بتستنتج من هذا الحكي إنه جهد اختزال X أكبر من الهيدروجين أنه موجب وهذا الصفر والهيدروجين أكبر من كلهيتهم كلهيتهم أكبر من ال Y أكبر من ال M أكبر من ال W U صح طيب هسا الآن مين أكبر من الثاني Y وال M وال W ما بنعرفش بس ال H أكبر منهم كلهم خلينا نمشي على الملاحظة اللي بعدها أكيد رح نعرف تعالوا تنشوف بقول لي هون سرعة تفاعل الفلز W أكبر من سرعة تفاعل الفلز Y ركز الفلزات تتنافس على حدوث تفاعل التأكسد مش الاختزال تمام فلما يقول لك الأسرع تفاعلا يعني أكثر ميلا لفقد الإلكترونات هيك أخذناها أستاذي هذا مستوى صف تاسع الأصل يعرفه ليش لأنه كلما زاد سرعة التفاعل كلما زاد الميل لحدوث التأكسد فبالتالي الأسرع كتفاعل بيكون أقل كجهد اختزال أقل كجهد اختزال فمدام سرعة تفاعل W أكبر من سرعة تفاعل Y هذا إن دل على شيء Y كجهد اختزال أكبر من W فبركز على العبارة اللي بعدها بقول لك يمكن تحريك الفلز M بملعقة مصنوعة في كل أو من كل من الفلزات W و X و Y مدام M كمحلول بقدر أحرك تمام في ملعقة Y و X و W أكيد Y و X و W شو معلهم أكبر من M هذول كلياتهم Y و X و W أكبر من M يعني M أقلهم M أقل من Y أقل من X وأقل من W أجي أحكي أنه X أكبر من H و H أكبر من من Y Y أكبر من مين من W لهي و W أكبر من M هو M أقلهم و X أعلىهم وأعلى كجهود اختزال تمام هيك أنا رتبت مرة ثانية فلس باجي بحكي الهيدروجين تمام ما بتصاعد مع الفلز X يعني جهود اختزال X أكبر تمام لأنه موجب جهود اختزاله موجب و مدام هذول بيتفاعله يعني جهود اختزالهم سالب و مدام سرعة تفاعل W أكبر من سرعة Y يعني Y كجهود اختزال أعلى من W و مدام يمكن تحريك محلول الفلز بملعقة من هاي الفلزات يعني هذا دليل على أنه جهود اختزال المحلول أقل أو جهود اختزال الملعقة اللي هي المادة الصلبة بتكون أكبر فبالتالي جهود اختزال Y و X و W أكبر من M هسا الآن أنا عارف أنه X أكبرهم صحيح تمام و عندي هون Y أكبر من W و W أكبر من M فبالتالي باجي بحكي Y أكبر من W و W أكبر من M و X أكبر من H و H أكبر منهم أكبر من Y و W أم طيب نكمل الملاحظات لسه لأنه لسه ما خلصنا بقول لي هون القيم المطلقة لجهود اختزال المعيالي اللي يكون من و Y 13% و W 28% و Y 13% و W 28% و ها ندل على شيء بث في ترتيبك بس هاي جهود مطلقة مدامها أصلاً أقل من ال H أكيد تكون سالبة هي سالة 13% و ها هي سالة 28% فهذا إثبات الثاني إنه ال Y أكبر من ال W تمام؟ طيب كمل الآن خلينا نشوف السؤال شو بده بسم الله السؤال رقم 106 بحكي لي الفلزان اللذان يشكلان خلية قلباني لها أعلى جهود خلية معياري أعلى جهود خلية معياري بختار أعلى وحدك جهود اختزال وأقل وحدك جهود اختزال ل X و M X و M X و W و X W و M Y و X و M هاي ها الجواب دال كمل قراتك للسؤال لسا تفي عندي معطيات ثانية بقول للسؤال قيمة جهد الخلية المعياري أو جهد الخلية البانية المعياري للخلية المكونة من Y و W بوحدة الفولت كم يساوي Y و W هس احنا عرفنا أنه جهد اختزال ال Y سالب 13% وال W سالب 28% وال Y أعلى من ال W صح؟ فبالتالي في هاي الحالة باجي بحكي E-NOT سل أو E-NOT خلية تساوي E-NOT اختزال ال Y ناقص E-NOT اختزال ال W اللي هي تساوي سالب 13% ناقص ناقص 28% ناقص الناقص شو ده تصير موجب إطرح الكبير من الصغير والإشارة للأكبر تصفي 15% 15% 28% ناقص 13% 15% 15% ممكن الاخطاء ممكن وقعك فيها أنك ماذا؟ تجمعهم مع بعض تجمع الموجب أو تعتبرها موجب مع موجب 13% 28% تصل 41% وهنا خربطك 4.1% وناقص بحاولي خربطوك بس مش رح تتخربات إن شاء الله سؤال 108 بحكيلي إذا علمت أن محلول الفلز Q يمكن حفظه في وعاء مصنوع من الفلز Y مدام Q كمحلول يمكن حفظه في وعاء مصنوع من الفلز في هاي الحالة المحلول كجهود اختزال أقل كجهود اختزال أقل يعني في هاي الحالة Y أكبر كجهود اختزال من Q Y أكبر كجهود اختزال من Q هل بقول لي فإن الفلز Q كعامل مختزل أضعف من Y عشان يكون عامل مختزل أضعف لازم يكون جهود اختزال أعلى الجواب أكيد لا طب يقل تركيز أيوناتو في خليق البني قطباها Y و Q لما أجي يقول يقل تركيز أيوناتو يعني بدي يكون مهبط صح طيب هل هو مهبط هل هو أعلى كجهود اختزال الجواب لا Q أقل طب يتفاعل مع محلول HCL الجواب أكيد نعم بقول لي ليش لأنه جهود اختزال Q سالب طب Y أصلا كبال يتفاعل لأنه الاثنين جهود اختزال سالب فهل يتفاعل Y في في الخليق البنية قطبها X و Q مستحيل طلع عندي هون X أصلا جهود اختزال أعلى فهي دائما وأبدا تمثل القطب المهبط لكل العناصر المرتبطة من ضمن هاي العناصر ومادام أصلا X أعلى فهو المهبط و Q بدي يكون أقل كجهود اختزال فهو يمثل القطب السالب مش الموجب تفقنا جميل نجعل إياكم الآن على السؤال اللي بعده بحكي لنا السؤال يبين الجدول الآتي عددا من أنصاف التفاعلات أو تفاعلات الاختزال المعياري وقيام جهود الاختزال المعياري جهود الاختزال المعياري كل منها أدرسوا ثم أجب عن الفقارتين مدام ما أعطين أنصاف تفاعلات يفضل أن أرتبها فالآن ما أجي أرتب باجي بقول 67 سالب 23 سالب 14 سالب 28 فهاي هي أقل وحدة فيهم الآن سالب 28 هاي 2 هاي سالب 23 3 والأربعة سالب 14% وهي الأعلى بيناتهم من حي جهود الاختزال السؤال الأول بحكي لي تتكون الخلية القلبانية التي لها أقل جهود معياري من الفلزين ما أجي أقول أقل جهود معياري بدي أختار أقرب في الزين من ناحية جهود الاختزال أقرب في الزين أقرب في الزين اللي هم السي أو والأن آي طلع هون سالب 28% سالب 23% الفرق بينهم 5% أن آي و سي أو زد أن سي أو زد أن سي أس أن أن آي سي أس أن أن آي سي أو الجواب دال مليون بالمية سؤال 110 بحكي لي يكون التفاعل غير تلقائي عندها تكوين خلية فيها يعني يكون مهبط أكبر من المصعد والأقل مهبط أقل أو المصعد أكبر القطب السالب زد أن لما يقولها قطب سالب يعني مصعد قطب موجب مهبط صح؟ طيب الآن قطب سالب زد أن والقطب الموجب سي أو سالب زد أن زد أن مصعد و سي أو مهبط هون التفاعل تلقائي هذا تلقائي مش تغير تلقائي با القطب السالب سي أو والقطب الموجب أن آي القطب السالب يعني مسعد والن اي مهبط هذا مسعد وهذا مهبط الجواب صح هذا تلقائي مش هذا الجواب قصد يعني انه هو تلقائي ديلوا بالكم تقول لكم القطب السالب يعني المسعد وين ان اي هل المسعد ان اي والمهبط زد ان مصعد ان اي مهبط زد ان لا هو التفاعل غير تلقائي لأن المصعد اقل كجهود اختزال اكبر كجهود اختزال من المهبط فالتفاعل هون غير تلقائي فهذا هو الجواب القطب السالب ان اي يعني المصعد ان اي والمهبط اس ان المصعد ان اي والمهبط اس ان هذا التفاعل نعم تلقائي نجعلوا بالكم نجعل السؤال اللي بعده وهذا السؤال للأمان تكرر في امتحانين بشكلية بسيطة مختلفة هسا بنشوفهم بقول لك ABCD رموز ابتراضية لا في لزات تكون على شكل آيونة ثنائية موجبة في مركباتها ادرس المعلومات ومن ثم اجب عن الفقرات الفقرات الاولى بتحكي لك لا يمكن تحريك محلول الASO4 بملعقة مصنوعة من C هذا دليل على انه جهد اختزال المحلول اكبر من جهد اختزال الملعقة هذا اندل على شيء انه جهد اختزال المحلول اكبر من C ايه من C تمام ايه الموجبة بديل بالك من المحلول باخد هسا هون بيقول لك E نوت للخليق البني قطبها C و B E نوت للخليق البني قطبها C و B شو مالها اكبر من ايه نوت للخليق البني قطبها D و B اكبر من D مع B C و B اكبر من D و B منلاحظ انه B و B هنا قطب متشابه والقطب المتشابه هنا شو ماله وقل لك علما بان القطب B هو القطب الزالب يعني هو المسعد وحكينا اذا كان عندي خليتين شو مالهم القطب المتشابه فيهم مصعد فالأعلى كجهد خالية شو بيكون الأعلى كجهد اختزال هسا في حال كانوا لاثنين مهبط القطب المتشابه فيهم بيكون الأقل كجهد خالية هو الأعلى كجهد اختزال هون مادام بختار انا او بقارن بناء على انه المصعد متشابه فالأعلى كجهد خالية اللي هو بديكون أعلى كجهد اختزال كمهبر فبالتالي مادام السي والبي تمام؟ أكبر من الدي والبي هذا اندل على شيء انه السي أكبر من الدي والدي أكبر من البي هكتر تيبي تمام؟ طيب كمل هون بيقول لك A أكبر من C هيا ايه لا يضيف عليها A أكبر من C لانه A أكبر من C وC أكبر من D وD أكبر من B وهي أعلىهم وهي أقلهم جميل جدا بيقول لك سؤال 111 العامل المختزى للأضعف شو بديكون؟ الأعلى كجهد اختزال ليش؟ لأنه دائما نقبل علاقة جهد اختزال مع القوة العامل المختزة العلاقة عكسية الأعلى كجهد اختزال A بن عمي في الجواب ألف سؤال 112 العبارة الصحيحة ركز في الخليل القلبانية A وD D هو القطب الموجب خليل القلبانية A وD ما أقول D قطب الموجب؟ لا D قطب سالب لأنه بديكون مصعد هاي العبارة خاطئة طيب الخليل القلبانية A وB بتعلم A وB شو ما لها؟ لها أقل جهد معياري الجواب لا أعلى جهد معياري لأنه اعلى واحدة وB أعلى واحدة سممكن الواحد قولي شو باررفني طب مش هاي عرف جهودي الاختزال احنا قلنا إذا أنا بدأ اختار خليل القلبانية اللي بتكون لها جهد أعلى أو أعلى جهد معياري لازم تكون شو ما لهاي الخلية مكون من أعلى واحد كجهد اختزال وأقل واحد كجهد اختزال أقولك مستحيل تكون أقل لازم هي أعلى واحدة طيب يزداد تركيز أينات الأي موجة باثنين في الخلية المكونة من A وC يعني A بدي يكون مصعد يعني A بدي يكون الأقل كجهد اختزال الجواب لا A أعلى هاي اللي يبارك كمان خاطئة يمكن حفظ محلول BSO4 في وعاء من A يعني معنى السؤال هل جهد اختزال B أقل من جهد اختزال A هل B أقل من A الجواب لا يمكن حفظ تلتيبك لمعطياتك هو اللي بيساعدك إنك تحل السؤال صح سؤال 113 هو السؤال تابع للسؤال السابق بقول لك السؤال إذا علمت أنه E نوت للخلية القلفانية المكونة ما بين D وC يساوي 27% تمام إذا علمت أنه E نوت للقطب D تساوي سالب 40% فإن قيمة جهد جهد اختزال القطب C بوحدة الفولت كم تساوي هسا الآن إجمالا قبل ما تحل السؤال بدك تيجي على ترتيبك أنت هس أنا بحكي ترتيب ما بين C وD فباجي بطلع هون هاي C وهي D C أعلى كجهد اختزال وD أقل لأنه دائماً أبداً الخلية البانية بطرح فيها الأعلى من الأقل هون دي أطرح C من D فبالتالي هون باجي بحكي إنه E نوت خلية بدأ أختصر الحكي E نوت صل قدش تساوي ليه C ناقص D اللي هو E نوت جهد اختزال C ناقص جهد اختزال D ومعطيني هون إنه جهد اختزال D تساوي سالب 40% هاي سالب 40% هاي C وهون E نوت سل قدش معطيني إياها 27% هاي 27% وما دام يا صاحبي عندي هون سالب شو بساوي سالب سالب تنساش هاي سالب مع سالب 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 موجب هون صارت موجب فبتطرح من هون 40% بتطرح جهد تطرح من هون 40% وبتطرح من هون 40% فبتروح هاي مع هاي بصفي عندي إنه جهد اختزال C يساوي 27 ناقص 40% قدش بتطلع 40 ناقص 27 اللي هي سالب 13% هذا جهد اختزال C هذا جهد اختزال C سالب 13% لو تيجي تطلع الإجابات عندك هون سالب 13 موجب 13 67 موجب سالب 67 بس الان لو تيجي تجمعهم مع بعض تمام رح تطلع 67 إذا عكس إشارة تطلع سالب 67 وهون الطلاب بتعك فلازم أركز هون كيف بدي أشوف شو الجواب الصح وهون الجواب الصح اللي هو جهد اختزال C يساوي سالب 13% حاب تتأكد من صحة حلك عشان ما تتخربط عوض على القانون مش قلنا E نوت خلية ها بدي أتأكد باجي بقول مش E نوت خلية بتساوي جهد اختزال C ناقص D بتعوض C ناقص D تمام عشان ما تتخفش إذا أنت خايف يعني إنك تغلط لا تخف بتقدر تتأكد تيجي بتقول C سالب 13% ناقص D اللي هي قدش حكا للسؤال سالب 40% هاي ناقص ناقص 40% ناقص الناقص موجب 40% بصير ناقص 13% لأن هاي إشارتها سالبة وهاي إشارتها موجبة فبطرح لكبير من الصغير للإشارة الأكبر قدش بتطلع 27% هذا جهد الخلية إذن جوابي صحيح مليون في المية اللي هو ألف السؤال اللي بعده وهو السؤال مشابه للسؤال السابق بس سؤال في امتحان وزاري مختلف ولكن المعطيات اللي هي 1-2 تمام هون نفس المعطيات اللي إحنا حلينا بدلالتهم من السؤال هاض تمام بس هون شو بقول لي طلعوا هون بقول لي ال-E ناط للخلية C والB أكبر من D والB لو نيجي نطلع هون بقول لي ال-B وال-C أكبر من ال-B وال-D نفس الشي طلعوا B-C هون B-D بس شو بين هون سلاش هون B-C أكبر من B-D بس بينهم شحطة مغيالين كثير في السؤال ولكن لو تيجي تطلع على ترتيبك بدك بنحل السؤال كمان مرة ولكن نفس الترتيب هون لا يمكن تحريك محلول ال-A SO4 في ملعقة من C هذا على أساس أنه جهد اختزال A أكبر من C وهون بقول لك خليق البانية قطبها B-C أكبر من B-D نفس النواط بتقول لي B-C أكبر من B-D وما دام عندي القطب B هو القطب السالب في الخليتين يعني هو المصعد في الخليتين فها كل ما كان عندي جهد الخلية أكبر كل ما كان جهد اختزال المهبط أكبر فبالتالي في هاي الحالة ما دام B-C أكبر من B-D فأكيد C بدأ تكون أكبر من D والD أكبر من B وهنا A أكبر من Z نفس الشي هذا أعلى واحد كجهد اختزال وهذا أقل واحد كجهد اختزال الآن يا حبايب القلب السؤال هون طالب مني العامل المؤكسد الأضعف والعامل المؤكسد الأضعف بدي يكون أقل كجهد اختزال لأن العلاقة طردية تمام فبالتالي هون الأقل كجهد اختزال للD بس دي لابع لك لابع لك دي موجب اثنين لأن معامل المؤكسد لابع لك لابع لكم لابع لكم لابع لكم أن يكون المهبط أقل من المصعد أو المصعد أكبر من المهبط نفس الشي في هاي الحالة تيجي تطلع عندي التفاعل هون D موجب 2 صار D أو تيجي تطلع عليها شحنة خلص دائما أبدا هي المهبط اللي بصير عليها تفاعل اختزال وهذا مصعد فهل هون طبعا يقول المعادل التفاعل غير التلقائي أشوف وين التفاعل الغير التلقائي فملاحظ ان هون D شمالها كمصعد تمام لازم تكون مصعد أفوان هون A C أخي قلبي D أكبر من B هاي B A C D B وهون شو رتبناها أصلا في السؤال القبل هاي A C D B نفس التلتيب هون كاتبها D B تمام فبالتالي هون هل D هون لازم تكون D أكبر من B D مهبط والB مصعد تفاعل تلقائي هذا فبالتالي هذا تفاعل تلقائي مع هذا التفاعل غير تلقائي البيدي إياها هون C مهبط والB مصعد فهل جود اختزال C أكبر من B هذا تفاعل تلقائي هون A مهبط لأنه عليها شحن موجه باثنين والD مصعد هون صار عليها اختزال هون صار عليها تأكسد فهل A أكبر من D فهذا التفاعل تلقائي ما ضل عندي غير دال تلقائي 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 A A A موجه باثنين سلاش B موجه باثنين B هذا دليل على انه A صار عليها التأكسد والB صار عليها اختزال فهذا المصعد وهذا المهبط هذا ندل على شيء انه جهد اختزال B اكبر من جهد اختزال A طيب وقل لي جهد المعياري يساوي 2.24% جهد المعياري هون يساوي 2.24% ما بين ال-B وال-A كمل والخلية الثانية لها الرمز B و-C موجه باثنين B و-C موجه باثنين طيب هاي B و-C موجه باثنين يعني هون هاد صال لها تأكسد وهاد صال لها اختزال فبالتالي في هاي الحالة باجي بحكي هاد المصعد وهاد المهبط هذا اندل على شيء انه جهد اختزال C اكبر من جهد اختزال B وجهد الخلية المعياري عادي استاذي بتصير في القلع عائلات هون C اكبر من B لانه هاد المهبط وهذا المصعد جميل قدت جهد الخلية المعياري 47% 47% فانا هون بستنتج انه C اكبر من B وB اكبر من A صح؟ طيب فانا قيمة جهد جهد الخلية القلبانية A مع C هاي الاصل تكون هون A مع C تمام بوحدة الفولت كم تساوي ركز معاي الله يرضال عليك ويسعد لقلبك وروحك وعمرك بس انا مرتب كترتيب باجي بقول انه C اكبر من B و B اكبر من A ما في مشكلة بس الان استاذي لما 47% وجود الخلية القلبانية المكون ما بين B و A يساوي 2.24% طيب قدت جود الخلية ما بين C وال A الاصل جمع لانه المسافة بقدر اخدها كمسافات يعني اقول لك المسافة بين يوسف ومحمد يساوي مثلا واحد متر تمام ركز معاي عشان اعطيك الخلاصة واجه اقول لك المسافة بين محمد وسامر 2 متر مثلا قداش المسافة بين يوسف وسامر رح تقول لي واحد زائد 2 يساوي ثلاث ونفس الشي بقول لك فرق الجود بين C وال B 47% وبين B وال A 24 2.24% تمام تمام فبالتالي قداش جود الخليمة بين C وال A حاصل مجموعهم حاصل مجموعهم اللي هو تيجي تحكي لي 4 زائد 7 يساوي 11 واحد وباليد واحد عندي هون واحد واثنين ثلاث واربعة سبعة والاثنين بتنزل زي ما هي 2.71% او في خيار ثاني اذا انت مش عاجبك زي هيك شو بتقول بتقول انه حاصل طرح جود اختزال في الخلية الاولى اللي هي جود اختزال المهبط والمصعد تمام يعني هون جود اختزال ال B ناقص جود اختزال ال A يساوي قديش 2.24% لو اجيت على الخلية الثانية بدك تيجي تحكي لي انه خليل المكون ما بين C و B تساوي كم تساوي 47% جود الخلية ما بينهم فلو انا اجيت اجمع الخليتين مع بعض شو بيصيل عندي باجي بطرح طلعوا ال B مع السالب B لانه هاي سالب B وهاي بروحوا مع بعض تمام فشو بطل عندي الخلية C مع A جود اختزال ال C ناقص جود اختزال ال A اللي هو المهبط ناقص المصعد ولازم نطرح الكبير من الصغير دائما وابدا هسا هون اجمع ما بينهم لانه انا بجمع المعادلة هاي معادلة هاي زي الاقتران هات وستاذ زي معلمت في حل الاسئلة فبالتالي هون 4 زائد 7 بتصير 11 1 2 3 مع 4 بتصير عندي 7 فاصلة 2 زائد 0 بتطلع 2 2 71 في المية فولت الجواب مليون بالمية ألف حاولوا تتدربوا على هاي ثم أفكارها كلها موجودة في الكتاب وحلينا زي أسئلة كثير ولكن التمرين هو اللي بيخليني أكون قوي جدا وأكثر صلابة نيجي على أسئلة التحليل الكهربائي السؤال بيحكي لي يبين الجدول المجاور بعد أنصاف التفاعلات أو تفاعلات الاختزال وقيم جهودها المعيارية ثم أجب عن الفقارتين زي ما حكينا فكل ما أطينا نصف تفاعل اختزال هون للإكس والواي وهون اختزال الماء وهون أو الووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو عند التحليل الكهربائي لمحلول يحتوي أيونات الفلزين X و Y فإن الذي يتكون أولاً عند المهبط دائماً وأبداً يتكون عند المهبط الأعلى كجهد اختزال ولكن هذا السؤال يريد أن يركز به لماذا أستاذي؟ لأن هنا كثير طلابي تغفل عن كلمة محلول لما أجي يقول محلول هذا المحلول فياته أيونات X و Y لحالهم لا والمي فلذلك لما أجي أشوف أنا وأقارن بدي أشوف جهود اختزال X وأشوف جهود اختزال Y وأشوف جهود اختزال الماء والأعلى كجهود اختزال هو الذي يحدث عليه اختزال عند المهبط فبقارن حسب جهود الاختزال ما بين X و Y و Y تمام؟ طيب، هنا الـ X جهود اختزاله سالب 76% وهذا سالب 4% والمي سالب 83% مين الأعلى كجهود اختزال يا خال؟ الأعلى جهود اختزال هو الـ Y فالذي يحدث عليه اختزال ذرات الـ Y قل، السؤال اللي بعده بحكي لك السؤال نصف تفاعل التأكسد في خلية التحليل الكهربائي لمحلول XW2 لما اجي اقول XW2 تمام؟ هذا محلول صح؟ فبالتالي هون عند المصعد باخد مين؟ أيونات الـ W أيونات الـ W اللي بده تكون W سالب طيب، بدك تقارن بين الـ W سالب مع الماء بحيث هذا على المصعد، مش الآيون السالب بروح على القطب الموجب عشان يسير عليه تأكسد رو قطب المصعد، فبالتالي بقارن بين الـ W سالب والماء وقلنا لما أجي أقارن على المصعد دائما وأبدا إما بأخذ الأقل كجهود اختزال هو اللي بيصير عليه تأكسد أو الأعلى كجهود تأكسد الأقل كجهود اختزال أو الأعلى كجهود تأكسد فبالتالي هون إذا أنا بدي أخذ كجهود إيش؟ كجهود اختزال بأخذ القيم هاي هاي ال-W2 وهاي ال-O2 اللي بيعطيني مي لير بالك ما بأخذ هذا التفاعل؟ بأخذ التفاعلين هذول اللي بقارن فيهم حسب جهود الاختزال بتطلع مين أقل كجهود اختزال؟ بتقول لي ال-W الأقل كجهود اختزال ال-W تمام؟ فتفاعل ال-W اللي بيصير عليه تأكسد اللي هو ال-W- لسير ال-W2 زائل-2 إلكترون حسنا الآن لو أنا بدي أقارن كجهود تأكسد بعكس الإشارة وبعكس التفاعل بحيث هاي بتصير سالب وبقارن من حيث جهود التأكسد بقولي الأعلى كجهود تأكسد وأكيد كمان نفس الشيء ال-W رح تكون أعلى كجهود تأكسد وعلى الجهتين الجواب هو هو ولكن كنسبة وتناسب لازم يصير التأكسد لل-W يعني بدأ تكون 2W- تتصير W2 زائل 2 إلكترون 2W- صارت W2 زائل 2 إلكترون أكيد الجواب ألف تحديدا أستاذي هيك أنماط الوزارة يعني متقاربة من الإنسان اللي حال أسئلة الكتاب ومتدرب على أنماطها والموضوع جدا بسيط ومش محتاج إشيء سؤال 119 وننهي في حصتنا لحل الأسئلة المتعلقة في وحدة الكيمياء الكهربائية والمتعلقة في تنقية الفلزات سؤال بحكيلي العبارة الصحيحة المتعلقة بتنقية النكل باستخدام عملية التحليل الكهربائي فس لما أجي أقول تنقية دائما وأبدا نربط على قطب المصعد اللي هو القطب أو القالب الغير نقي تمام وبصير اختزال بتصير تأكسد عفوا على المصعد لمين للنيكل والفلزات اللي يكون جهد اختزالها أقل منه أما الجهد اختزال أعلى منها ما بيصير لها تأكسد فبتنزل تحت من ضمن القاع المحلول صح بينما لما يصير عندي اختزال الاختزال بيصير لمين لأيون الفلز الأعلى كجهد اختزال من ضمن الأيونات الذائبة في المحلول ولأنه النكل بيكون أعلى كجهد اختزال فبالتالي يحدث عليه اختزالها قطب المهبط وبيكون عندي عبارة عن صفيحة أو رقاقة من النكل موجودة على قطب المهبط تترسب عليها ذرات النكل اللي بتكون نقية فبقول لي هون تمثل قوالب النكل غير النقي المصعد نعم هي الجواب طب دعا خلينا شوفها شوفوا لي اياها بقول لي التفاعل الذي يحدث عند المهبط هو عبارة عن أن آي صارت أن آي موجودة 2 زائد 2 الالكترون لا هل تفاعل تأكسد هذا بيصير على المصعد مش على المهبط يعني هاي الإيجابة غالبة غلط تتأكسد درات الفلزات الشوائب التي لها جهد اختزال أعلى من النكل لا طبعا ما بتتأكسد بتترسب بتتأكسدش بتنزل تحت أما اللي بتأكسد اللي هو النكل والفلزات أو الشوائب اللي بتكون أقل من النكل كجهد اختزال تختزل درات الفلزات الشوائب التي لها جهود اختزال أقل من جهد الخلية الجواب لا لأنه دائما وأبدا في خليط التحليل الكهربائي للمحلول بيكون عندي اختزال على المهبط لأيونات الفلز اللي بيكون أعلى كجهد اختزال فبالتالي الجواب أكيد بدي يكون خاطر الحمد لله رب العالمين اللي أتم علينا الخير وأتم علينا نعم وبالصالحات هيك خلصنا أسئلة الوزارة اللي إجت لجيل 2005 وجيل 2004 على وحدة الكيمياء الكهربائي باختصار دورة 2023 بتمنى أنكم تركزوا وتتدربوا على الأنماط الأسئلة أكثر عشان تكونوا جهزين للأصعب وشو ما كان أصعب مش راح يكون أصعب من الإشي اللي تدربتوا عليه ومش راح يطلع عن المستوى اللي أنتو متدربين عليه بالشكل المناسب بهم شغلة زي ما حكينا وصيتي لإلكم تركيزك في قراءتك للسؤال هي اللي بتخليك أنك تجيب العلامة الكاملة دراستك في كفة تركيزك في إجابتك للسؤال في كفة بتخليك تجاوب صح إذا إجاب دراستك كويسة بس تركيزك قليل أكيد نسبة خطأك عالية إذا دراستك قليلة بس تركيزك عالي ممكن أنك تجاوب السؤال لأنه الانتحان مش راح يكون خارج عن المستوى إرادة الإنسان اللي هو في مستوى التوجيه لا إذا كان تركيزي صحيح قراتي صحيحة أكيد بقدر أجاوب أصعب سؤال وأزعم سؤال فيك يا وزارة رب الله يضيع لكم تعب ونشوفكم بإعلى الدرجات وعلى المراتب سلام الله عليكم